وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد وحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوة الكرام والأخوات الكريمات لا شك أن صناعة الحياة هي أن يكون للإنسان موقع في هذا العالم لا شك أن صناعة الحياة كما قلنا هي أن يكون لك موقع في هذا العالم فتكون رقما له قيمة لا صفرا على شمال العدد ومعنى ذلك يجب أن تساهم في البناء والعطاء بما تستطيع لا أن تكون حملا ثقيلا على الأمة عارفيني النحلة؟ إن النحلة الميتة ترمى خارج الخلية لأنه لا قيمة لها فما بالكم بالإنسان؟ وإن الشجرة اليابسة تزال من الحديقة لأنه لا نفع من ورائها وهكذا فما هو جزاء الإنسان السميع البصير الذي لا يعطي ولا ينتج ولا يعمل للأسف إن أرخص موجود هو ذاك الإنسان الآكل الشارب النائم الذي جفت منابيع نفعه ونضبت أودية خيره وحق له أن يسقط من عيون النبلاء لماذا؟ لأنه محى اسمه من دفتر الحياة وشطب على رقمه من لوحة العطاء والتضحية فهو في عالم الأموات لا محالة ولكنه يأكل ويشرب في دنيا المقابر غير أنه يضحك وينام بل ويساهم في غلاء الأسعار لكثرة ما يأكل ويشارك في شح الماء لكثرة ما يشرب فالناس متجهون إلى الأمام ينتجون ويبنون وهو متجه إلى الخلف لأنه عكس النماء وضد النفع والعطاء وعدم النجاح والتفوق إخواتي الكرام وأخواتي الكريمات إن قافلة الحياة لا تنتظر الخاملين أيوالله إن قافلة الحياة لا تنتظر الخاملين فهي معدة دائما لركوب أو لصنع الحياة فهي معدة دائما لركيب صناع الحياة والمقاعد للأسف كلها محقوزة والوقت لا ينتظر أحدا وليس هناك مقعد واحد للتافهين أو المثبطين وصدق ربنا إذ يقول في سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فسيرى الله عملكم بأن يكون نافعا لنفسك ولمجتمعك أو لدينك كذلك موافقا لسنة المصطفى أيا كان هذا العمل والمؤمنون أن يكون نافعا أيضا للمؤمنين والمسلمين والناس أجمعين وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون في هذا المناخ في هذا المناخ الذي نراه من المنتجين النافعين في كل الدنيا نجد من يقول هنرجع تاني ونحاول ننكش في اللي بيحصل في بلدنا نجد من يقول أن لابد من العري أو بسيط من العري لأن الشعب المصري عنده كبت والله العظيم تلاب سمعتوه بنفسي والله هذا الأسبوع ممثل دائما يقوم بدور ثاني ومامه مذيع معروف بصراحة يقول هذا الممثل للمذيع الحقيقة أن الشعب المصري عنده كبت أو والله عنده كبت من الفأر والجهل وإلة الدين عنده كبت يحتاج إلى مزيد من العري لتخفيف هذا الكبت الله يستغفر الله العظيم هذا كلام يقال في بلد الأزهر والألف مئذنة ويزيد الشعب المصري عنده كبت كثير ويحتاج إلى مزيد من العري أصدف الفن يعني ليخفف هذا الكبت عن هذا الشعب المسكي لما يسمع قرآن يسمع كلمتين ينفعوه يسمع كلمتين عن إنتاج عن العمل الأمانة عا عا ما فيش لما إلا هيروأوا إلا هيروأوا شيء من العري حتى يستطيع أن ينتج أشاء الله درر يقولون درر ثم يرد عليه المذيع قائلا عندك حق والله أنا شفت الممثلة الفلانية لبس لبس شفاف ترتدي فستانا شفافا طبعا يظهر أكثر ما يبطن وكأنك تريد ده كلامه وكأنك تريد أن تدخل هذا الفستان أو يدخل جوة الفستان ده بإله إلا الله ليرى هذا الجمال لما شاف الفستان يريد أن يدخل داخل هذا الفستان ليرى هذا الجمال الله أكبر أرأيتم ما رأيكم في هذا الكلام هل الشعب يحتاجه هذا الكلام ليخفف عن هذا عن كبته ها كل عريان مش محتاج يعني هذا الكلام أرأيتم بماذا يفكرون في هذا الجو المليء بالكبت كيف نربي أولادنا هذه النماذج التي تتصدر الإعلام عندنا وللأسف واخدهم قدوة بالله عليكم ماذا أقول ماذا أقول اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله للأسف يعني الغلط مش عليه الغلط على من يقدمه للناس هذا هو المخطئ فالإثنان شريكان في تضليل هذا الشعب و إفراغه من كل ما هو قيم أشأتكلم في الدين أشأتكلم في الفترة السليمة الفترة السليمة والله هي الدين الفترة السليمة هي الإسلام وكل ديني أتى بالإسلام كل ديني أتى بالإسلام بالأخلاق الطيبة إن رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء من مشكات واحدة سيدنا موسى أخذ من الوحي سيدنا عيسى أخذ من الوحي سيدنا محمد أخذ من الوحي فالمشكة واحدة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهكذا كل الأنبياء فكل الأنبياء أتوا بالأخلاق الكريمة والأخلاق الكريمة هي الإسلام فعندما تسمع هذا الكلام الفارغ الذي ينم لا حول القوة إلا بالله الذي ينم عن فطرة خبيثة عاشت في مستنقع لا يرضي الله وبالتالي عندك حق فعلا الشعب المصري عندك كبت بالجهل والفأر والعياذ بالله بربكم قلوا لي بربكم كيف نربي أولدنا مع أهد المناخ الذي لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله ولا يرضي حتى الأخلاق السوية أسأل الله أن يهديهم أو أن يريح العباد منهم فلا تسمعوا لهذا الكلام أروا أن لا تسمعوا لهذا الكلام لأن هذا الكلام يهدم ولا يبني يفرق ولا يجمع يفسد ولا يصلح اللهم اهدهم اللهم اهدهم وردهم إلى أخلاق دينهم ردا جميلة أمر آخر ندخل في كلام الله تبارك وتعالى القرآن فيه رقائق وفيه دقائق وفيه دقة وفيه عظمة ويحتاج إلى غواص يغوص فيه ليظهر الناس معدنه ويظهر الناس ذهبه وجماله وكماله وأنه يفتش في كلام الله وجدت أن في بعض القرآن خماسيات يعني خماسيات دقة القرآن هنا تلك الخماسيات التي تشمل فئاتا سبعة مثلا هناك صور تفتتح بحمد الله وهناك صور تفتتح بتسبيح الله وهناك صور تفتتح بالألف المقطعة أو بالحروف المقطعة وهناك صور تفتتح بالنداء يا 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 وهناك صور تفتتح بالنداء الخاص لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أقوله للمتمكنين ومن يريد وهم الحافظين لكلام الله أو الذين أردون أن يحفظوا كلام الله فهذه الصور تساعد على حظ كتاب الله تبارك وتعالى أما الصور المفتتح بالتحميد مثل صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هو كما أثنى على نفسه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجات سورة الكهف الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة سبا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وغباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وهكذا خمس صور افتتحت بحمد الله وكلها مكية ثانيا خمس صور أخرى افتتحت بتسبيح الله جل في علاه سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين لا آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون سورة الصف يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة طغاب وكلها مدنية ثالثا خمس صور مفتتحة بالحروف المقطعة ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم سورة يونس ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة هود ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين سورة يوسف ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة إبراهيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين سورة الحجر وكلها مكية سبحانك ربي رابعا خمس صور افتتحت بالنداء يا أيها الناس يا أيها الناس أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة المائدة ونقبل إن شاء الله بعد هذا الفاصل إن شاء الله سورة لهذا العطل الفني الخارج عن إرادتنا فعود حميد أهلا بكم نكمل ما توقفنا عنده رابعا خمس سور افتتحت بالنداء يا أيها الناس أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقبل الحج هناك المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول الله أكبر على كلام الله ثم الحج ثم الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ثم الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوبي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل والآية تحدث الآن بالضبط سبحانك ربي لا إله إلا أنت وكل هذه السور مدنية خمس سور افتتحت بالنداء لحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكاثرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتد القرآن ترتيلا المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تسكثر ولربك فاصبر سادسا خمس سور افتتحت بالاستفهام بالاستفهام هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وتسمى أيضا سورة الإنسان والدهر لها إسمان سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة الشرح ألم نشرح لك صدرك يا حبيبي يا محمد الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم إلى آخر الآيات سابعا خمس سور افتتحت بقل كأنه أمر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا الكاثرون قل يا أيها الكاثرون إلى آخر الآيات الإخلاص قل هو الله أحد الفلق قل أعوذ برب الفلق الناس قل أعوذ برب الناس على ما يدل كل ذلك كما قال القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير المطلوب يا رب ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير الله أكبر على كلام الله سبع فئات رسالة رسالة للمتمكنين من كلام الله القرآن عبارة عن كنز كنوز مليئ بالخيرات المتنوعة ويحتاجوا إلى غواص الماهر فضل اشتغل عشان كده القرآن يقول ليه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ما هذا الجو الإيماني والروحاني والبلد التي تحب الدين يأتي متنطع يقول الشعب المصري يحتاج إلى شيء من العري عنده كابت والله أنت لعندك كابت وربنا ياخدك لرحمته وريحنا منك يا أخي أنت وهو ما يحدث في مصر عاوز أعبرها بإيه عبارة عن مش عاوزة كلمة كده بقولها دايما مش عاوزة أقولها بكبرت والعياذ بالله طلع منه ريحة ومش عاوزة نغطيه حتى البعيد سيؤذى بهذه الرائحة ما هذا المناخ ما هذه الأنفس العفنة التي تتكلم في دين الله من غير علم ما هذا الذي ينخرون في الباخرة التي تحملنا جميعا وهي البلاد حتى والعياذ بالله لا نريد سخط الله والعياذ بالله هؤلاء إذا تركناهم يتكلمون هكذا نعرضوا أنفسنا لغضب الله وسخطه أي والله دا فيهم رجل صالح ابدأوا به لأنه لما تنوعر وجهه غضبا لي فنحن نتبرأ منهم يا رب أنا مش عاوز يعني دين شيخ عاوز سلك الطيب عاوز الفطرة السليمة عاوز نخوة عاوز حاجة نسغى يرعد على البلد يعني اسكت يا أخي قل خيرا أو اسكت إنما الشعب يحتاجه إلى شيء من العرل إيه الخبل وفلانية كانت لابسة فستان شفاف أريد أن أدخل داخلها حتى أفهم ما ما فيه حاجة يقري في إيه الأرض ده عوز بالله من غضب الله عشان كده أقول العقلاء وأربعة العقلاء وأربعة دول طبعا دول مثقفين دول بقى مثقفين دول بقى دول بقى إيه قمة والإيه الناس الصفوة اللي هم على رأس الإعلام يفهموا الناس مثقف طول ما هو فتح على البحر هم مثقف طول ما هو ملتزم يا عمي الأعرف ده ده متزمت هو متزمت ولا ملتزم ولا رجل غير على دينه أنت عاوزين إيه بالضبط عاوزين تخليهم أخور ولا عاوزينها إيه بالضبط عاوزين تخليهم أخور نسمها ونمشي أبروك عليكم مين فعش الكلام ده مين فعش الكلام ده يا أزهر يا أزهر قم بواجبك الذي فرضاه الله عليك فرضاه الله وليس فلان عليك فقم بواجبك أو اتركها لغيرك هذا ما أفهمه لكن أنتم محسبون علينا شيوخا لا والله اللهم ارزقهم لخوة ترضيك وتدافع عن دينك العقلاء أربعة من ترك الدنيا قبل أن تتركها أنت كده سيبها بالزوء سيبها بالعافية سيبها أخليك راجل ويسيبها وانت محترم من ترك الدنيا قبل أن تتركها ومن بنى قبره قبل أن يدخله لا لا الله هتبني ازاي؟ بالحيطة ويطوب لا والله بأعمالك الصالحة يا فلان ويعلان يا فلان ويعلان والله الأضواء لن تنفعك وهذا الشفاف لن ينفعك والذين تضلونهم أو تدلوهم بهذا العري وهذه الكلمات التي لا ترضي الله أو زارهم عليكم إن شاء الله ومن بنى قبره قبل أن يدخله ومن أرضى خالقه قبل أن يلقاه اللهم ارضى عنا اللهم أعننا لنرضيك وترضى عنا لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ارزقنا مناخا صحيا يعيننا على إرضائك يا رب اللهم أمين ومن صلى قبل أن يصلى عليه هذه الودي ومن صلى قبل أن يصلى عليه أيها المتكاسل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل لمين المصلين زي ويل كمان للمصلين ويل في ودي في جهنم ودي في جهنم اسمه ويل من سيدخله المصلين المصلين ما ينفعش أقول فويل المصلي صلى الله عليه وسلم لا ما ينفعش لازم أكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون عن تفيد التأخير تفيد الكسل أنا مش فاضي أنا ما خلص شغلي بصلي عن ظهري مع العصر وأنا فاضي العصر مع المغرب وأنا فاضي أصلي الصلاوات كلها في وقت واحد بعد ما خلص شغلي وروح البيت وأنا خلصان ومحتاج السرير وطبعا مش عاقل كل كلمة بقرأها أنا عاوز أخلص ربنا مش عاوز صراتك يا حبيب هو عاوز قلبك عاوز نشاطك عاوز الهمة هو عاوز كده غير كده عشان كده بقولك أما تسمع الأزال لبي على طول صلي جماعة لأن في الجماعة قبول الصلاة الله ينظر الإمام فإن وجد خيرا تقبل الصلاة الصف الأول الثاني الثالث الكل أبيض يعني ماشي الله يقول ملائكتي يا ملائكتي أما وقد استفوا صفا وحيدا وجاءوا لعبادتي أشهدكم أني قد غفرت له أرأيتم عظمة الجماعة نمل وحدك الملعون هيخلص عليك هيفكر بكل أرى في الدنيا ولن يكون لك من صلاتك إلا الحركات فقط عشان كده لازم تخش الصلاة كانها آخر صلاتك عشان كده يا جمالك لو ربنا أكرمك كده كت النهاية في الصلاة من مات على شيء من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء حشر عليه وبعث عليه الجمال ده اللهم اجعل خاتمتنا في عبادتك يا رب ومن صلى قبل أن يصلى عليه أو قبل أن يصلي عليه لذلك من تعود على تأخير الصلاة فليتهيأ للتأخير في أمور حياته كلها من المتعود أن يؤخر الصلاة أنا بطمنه كل أمور حياتك هتكون متأخرة صحة زواج عملا بركة أي حاجة خربان من كله لأن الله يؤخر كل شيء في حياتك نتيجة كسلك للعبادة قال الحسن البصري رضي الله عنه إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك الله كلام منطقي إذا الصلاة يا ربنا فرضها عليك وأنت محتاج وهو سبحانه وتعالى غني عنك وعني وعن العباد أجمعين إذا هانت عليك الصلاة ما الذي يعز عليك ولا شيء بقدر ما تتعدل صلاتك تتعدل حياتك واعلم أنك في عبادته وجل في علاه في قضاء حواجك ألم تسمع المؤذن هو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فلاح في ناس نجحين في حياتهم لكن مش فالحين عامل يجمع ويجمع والبنك يعلى وتضخم يزيد وهو مش فالح مش مبسوط في حاجة نقصى بعده عن خالقه ببرك عليك الفلوس إذا كان الأمر كذلك فكيف نطلب من الله التوفيق وأنت لحقه غير مجيب هذا كلام حسن البصر يقول إذا كان الأمر كذلك فكيف تطلب من الله التوفيق وأنت لحقه غير مجيب فاللهم اجعلنا وإياكم ممن يقيم الصلاة في وقتها فأحب الأعمال يا الله الصلاة على وقتها يعني معنى الله أكبر يعني الله أكبر أكبر من كل شيء أكبر منك أنت أكبر من عملك أكبر من حياتك كلها أليس هو واهب الحياة لك هل هناك أكبر منهم مادم الأمر كله بيدها فلما التكاسل هل أنت تصلي تصلي لمن لنفسك أولا يا ابن آدم لك عندي رزق لك عندي رزق وحضرتك لك لك ربك هو لك فريضة وسيتك لك رزق فإن خالفته في فريضة خالفك في رزقك ومع ذلك هناك من الناس من يعطيه حتى يقيم الحجة علي سبحانك ربك حتى يقيم الحجة علي ويعطيها أكثر وأكثر ومع ذلك لم يركعها اعلم أنه مستدرج فالعياذ بالله كما قال القرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ونعطر أسمعنا وأسمعكم بكلام الله العزيز نختم به هذه الحلقة المباركة فاسمعوا يرحمكم الله نسأل الله التوفيق والقبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجرت ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود فالذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوطع ذات إن ربك لبالمرصاد ربك سوطع ذات وفرعون فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراس أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وساقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي يا أيها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي ودخل الله العظيم سبحان من هذا كلامه اعلم رحمكم الله إذا كنت وإذا كنت مؤمنا مؤمنة حقا وحياتك وحياتك سواء كانت أنثى أم رجلا هذا هو الرد يا أيها النفس المطمئنة وليس يا أيها النفس الخبيثة يا أيها النفس المطمئنة ارجعي هناك محامك ملك سيقولك سيقولك يا أيها النفس المطمئنة لأنك ولأنك كنتما على منهج الله ورسوله والنتيجة الختم الطيب يا أيها النفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وغير ذلك فلا تلمن إلا نفسك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأصلح العبادة والبلاد اللهم أصلح العبادة والبلاد أصلح لنا دينان الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيان التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا واجعلنا يا ربنا كالماء المبارك أينما وقع نفع شكرا لكم على أمل لقائي بكم إن شاء الله قريبا في حلقات أخرى استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من الموافرين بلسان عربي مبين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة